موسيقى مساء الخير بصراحة انا حابي ببدأ حلقة النهاردة بثلاث اعتذارات الاول مشاهدي سي بي سي عن العطل الفني الخارج عن ارادتنا واللي تسبب في عدم استكمال حلقة برنامج صفحة الرأي امس طبعا الكهرباء تقطعت عن الستوديو هنا واحنا بنبص من خارج مدينة الانتاج الاعلامي ومن خارج استوديوهات سي بي سي وقناة سي بي سي غير مسؤولة عن هذا العطل تماما زي ما قلت مبارح مع الزميل الاستاذ مجديد جلات ده الاعتذار الاول الاعتذار الثاني للشاعر الموهوب الاستاذ صلاح عبدالله وضيف الامس عن عدم ظهوره بسبب العطل الفني اللي قلت لكم عليه الاعتذار الثالث للشاعر الاستاذ صلاح عبدالله برضو ولمشاهدي سي بي سي لاننا ما قدرناش نستضيفه النهاردة زي ما وعدناكم والسبب هو سخونة الاحداث الموجودة النهاردة في ميادين عدة واللي هنحاول نتباحة معاكم دلوقتي ونعرف ايه اللي بيحصل في ميدان التحرير وامام دار القضاء وامام سفارة اسرائيل وفي اماكن ومدن عديدة في مصر بس برضو لازم نبدأ حلقتنا النهاردة بنعي للامة المصرية والعربية فقد رحل اليوم النوائي الكبير الاستاذ خيري شادبي الذي وفته المنية صباح اليوم عن 73 عاما وكان ذلك اسرى اصابته بازمة قلبية حادة في منزله بالقاهرة نجل الروائي الكبير السيد زيني العابدين بيقول ان الراحل لم يكن يعاني من اي امراض وكان بيستعد الكتابة مقاله ووفته المنية الراحل ولد في يناير سنة 1938 بكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ولم يكن له حظ في التعليم الجامعي فحصل على شهادة من معهد المعلمين وعاش حياة صعبة للغاية عمل خلالها بائعا متجولا الى ان اكتشفه احد كبار الصحفيين في ذلك الوقت وعينه في احدى الصحف القومية كان الراحل خيري شادبي غزير الانتاج الادبي وزاد عدد اعماله على 75 كتاب تضم روايات وقصص قصيرة ومسرحيات ودراسات في الادب الشعبي وادب الرحلات احنا اخر اللقاء للاستاذ سخيري شادبي كان هنا على قناة سي بي سي من خلال برنامج الستات ما بيعرفوش يكتبو مع الزميلات موفيدة ومونة والاستاذة اميرة نشوف جزء اللقاء دوات اجزم بان ما فيش حد من الشباب السائر الا وتأثر بنا بشكل مباشر او غير مباشر بشكل مباشر بشكل مباشر انا طبعا وجيلي كله سعداء جدا اننا عيشنا اليوم اللي كنا بنحلم به طوال 80 سنة اللي احنا كدنا نفقد الامل في شعبها فلأة تنطفض بهذه الروح الوثابة وتحقق هذا الانتصار السلمي وتسقط نظام وتخلع رئيس لم يكن من الممكن على الاطلاق ان يعني تتعتعه الدبابات ولكن انا الان يعني في حالة توجس خطيرة جدا ليه يا قصد ليه يا خند الثورة الدلوقتي اشبه بواحدة سيدة وضعت مولود مكتمل في مدان التحرير وثبيته ومشت فخدوه ناس تانية من ربه اننا ننفق على الادب من قوة اولادنا لان احنا واحنا من كبار الكتاب حاليا لا يزال هناك دور تدفع في الكتاب لكبار الكتاب 500 جنيه و800 جنيه يعني ما جيش اجرة مقالة لكننا يعني راضون بهذا لان الهدف هو ان يصدر الكتاب فاحنا قضينا عمرنا نكتبه بالمدانة في دور نشي كتير دور كثيرة بتتعامل معنا بسلوب ارقى لكن جت في نهاية العمر رحم الله الاستاذ خيري شلبي الحمد لله ان هو سعيد وانه شاف اليوم اللي كتب عنه وانا اقيت طبعا انه هذا الجيل من الكتاب والروائيين اثر في كل شباب السورة بشكل مباشر او غير مباشر زي ما قال الاستاذ خيري الله يرحمه النهاردة خرج مئات الالاف من المصريين في تظاهرات ومسيرات عدة في القاهرة والاسكندرية والسويس هو في حد من المشاهدين عايز يرى في اين له قدامي ده هقول لكم كمان شوية خليكم معاه النهاردة خرج المئات من الالاف استجابة لدعوة اطلقتها قوة واحزاب سياسية تحت اسم جمعة تصحيح المصار كان من اهم الدايعين الجمعية الوطنية للتغيير وكان من اهم المقاطعين الاخوان والسلفيين والمفروض كمان حزب الوفد كان من المتقاطعين بس احنا عندنا مفاجآت تتعلق بموضوع حزب الوفد ده واتحنعرفها النهاردة في صفحة الرأي من خلال ضيوفنا في التحرير في مدان التحرير انضم الالترس الاهلاوي والزمالكاوي للمتظاهرين طبعا ده احتجاجا على المصادمات اللي وقعت بينهم وبين الامن بعد مباراة الاهل الاخيرة في الكاس الحقيقة وجود الالترس النهاردة يعني كان اضاف كتير وانا بحييهم الحقيقة على انهم كانوا موجودين بصورة سلمية وكانت كل المظاهرات بصورة سلمية تماما كمان امام دار القضاء العالي تظاهر المئات وتوجهت مسيرة ضخمة من التحرير الى مكتب النائب العام الملاصق لدار القضاء للمطالبة بتطهير القضاء وباقالة النائب العام مرة تظاهرة كبيرة خرجت من امام مسجد الاستقامة من امام السفارتين الاسرائيلية والسعودية وهتف المتظاهرون ضد مواقف البلدين اما امام السفارة الاسرائيلية فقد نجح الاف الشباب المصريين بعد عصر اليوم في هدم السور الخرساني اللي تبنى امام مبنى السفارة ونفذوا وعدهم بالتوجه الى هناك ضمن فعاليات جمعة تصحيح المصار وهدوا السور بالشواكيش الحقيقة احنا مبنى السفارة يقع جنب الستوديو اللي احنا بنصور فيه الستوديو اللي قطعت عنه الكهربا مبارح والشباب بعتوا لنا يبدو انهم معرفوا انه ان احنا بنصور هنا فبعتوا لنا هذه الهدية شاكوش من الشواكيش اللي استخدمت وبعض بقايا السور بعتوا لنا كهدية واحنا ما نقدرش غير ان احنا نقول لهم الهدية وصلت كان فيه اخبار عن ان فيه شاب خلال الدقائق الماضية طالع مبنى بيحاول يطلع مبنى السفارة دلوقتي عشان ينزل العالم الاسرائيلي التاني احنا بعد الفاصل هيكون معانا في الستوديو احنا معانا دلوقتي تليفونات يا جماعة الاول اه معانا الناشطة المعروفة الاستاذة نوارة نجم مسائل خير يا نوارة سائل كل يا استاذ عبد الرحمان عامل ايه؟ وليلي انت عامل ايه النهاردة؟ زغرتها حلو يا رميت في بيتنا ده انا زغرت كمية زغريت النهارة انا انا حبقى مزغرتة الثورة مزغرتة الثورة طب انت زغرتتي فين وفين النهاردة يعني رؤيتك للي بيحصل النهاردة ايه؟ كنتي فين وشفتي ايه نوارة؟ اه والله انا اليوم من اول وكده يوم مبارك الحمد لله لا لا مبارك يوم مبرك يوم مبرك الحمد لله اه يعني ما كنت شو ده واقعا الاعداد تبقى في مدان التحرير كده كأن انا ايام من الثمنتشر يوم الحمد لله العدد كبير قوي طب نوارة نوارة ممكن ممكن اسألك تقدري الاعداد اللي كانت في مدان التحرير النهاردة بكام؟ اه والله انا مش عايز اقدر عشان خاطر ما لكن هو حضرتك لو بستت من فوق حتلاقيها عاملة زي ايام اه عاملة زي ايام عشان الثمنتشر يوم. يعني انا انا كنت في المدان النهاردة ولغاية مسلا ادان العصر كان العدد اكيد فوق المية وخمسين الف مصر. ايوة معاك. ايوة. ايوة معلش الدنيا زحمة. ولا يهم. ايوة معاك. طيب شفتي ايه النهاردة في المدان وهل اتحركت. والله انا كفت الالترس داخلين اه كان حلو جدا انت عادة اه الحاجات المبروكة يعني ايام المبروكة للجميلة. اه. اه. وابعدين الالترس بهم اه الالترس عظام. ان شاء الله نصلي في القرس معاكم. بازن الله. ان شاء الله. اه. وراحوا الداخلية. اه. اه. وبعدين انا بقى ما كنت عارفة ان هم رايحين السفارة. انا فوقيت لقيت الناس بتقولي بيهدوا السور في السفارة. السور تهد. السور تهد كله. اه. بيهد. ابراهيم الهدبي بيقولي في حاجة. انا كنت عانى ضر القضاء العالي. وابراهيم بيقولي في حاجة في السفارة ما تتفوتش انا رايح. بيهدوا السور. فروحنا مع مع بعض لقينا السور بقى بتهد. اعدت. ازغرت. 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 لحد مزوري. اه. طلع. من وناني. مقيت ان فدع نفسي. والسور بيتهد. يعني بطريقة ثالثة و و و و مريحة. وكأولا كايحنا مش قدوا كانوا بنيينه من ورق ولا بقى ده العزم. العزم و اه. والبرقة. طيب خير ان شاء الله. شكرا لك يا نوارة على المداخلة ديت. اه. اه. انه كون تكوني معانا دايما في في صفحة الرأي بازن الله. احنا معانا تليفون تاني يا جماعة. ما معاناش. معانا حسام عبداللطيف من اسكندرية. من اسكندرية. من امام دار الخضاء العالي. استاذ حسام عبداللطيف الناشط السياسي. اهلا بيك يا استاذ حسام. اهلا. ممكن توصف لنا الاجواء عندك ايه يا استاذ حسام? ايه الوافة اللي احتجارية بدأت من حوالي الساعة خمسة. هي ازوعتي ما بقيتش اه اه يعني خفت اه اه اعداد المتعالدين. لكن هي اه انا قد اجلويتها في حوالي الساعة اه سبعة. ووصل العداد حوالي من اه سبعة تاريخة عشرة ثلاثة موشان في الوافة. وكانوا بمطالبهم المساندة اه مشروع اه مشروع موشان احنا بمكة في هال الخضاء. ودعمه ودعم القطاع اللي بتطالب اه بتجييد هذا المشروع في الجامعية العمية. اه. 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 كانت مشربة جدا والموابودين في اه في الشوفات المنازل المخيطة بدار الخضاء العالي كانوا ضعفين جدا معايا وكانوا بيحديفوه في اه اه مياد معدنية وكشبية بالاعلاب. والحقيقة كانت يعني موارسة جيدة جدا بالتدعافة على اني اه يعني احنا اني بدخلت المطالب اه شوية ونركز على المطالب اه الخاصة الملتابطة بنزهة الانتخابات القادمة ان هي الخاصة اهم من جيدة. اه شكرا لك يا حسام. اه ان شاء الله تكون معانا برضو في حلقات اخرى من صفحة الرأي. بعد الفاصل هيكون معانا في الاستوديو هنا الاستاذ جورج اسحاء القيادي المعروف من مؤسسي حركة كفاية. ومعانا ايضا اه الاستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد للتعليق على احداث النهاردة. خليكم معانا وان شاء الله النور مش هيقطعه. مساء الخير. اهلا وسهلا بكم مرة تانية. احنا معانا الاستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد. وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. وهو بيشرفنا للمرة الاولى في صفحة الرأي النهاردة في هذا اليوم المليء بالاحداث. اهلا بك استاذ عصام. اهلا سهلا سهلا رحمن اهلا. طبعا سؤالي الاول هو الحزب الحزب الوفد. اه شارك في مليونية اليوم ام قاطعها? هذا السؤال الرائع المعتاد النهاردة. لا الوفد كحزبك ومؤسسة لم يشارك. لكن قيادات الوفد واعضاء الوفد وشباب الوفد شاركوا من امس. يعني انا النهاردة لما روحت الميدان لقيت عدد كبير من قيادات الوفد. لقيت عدد كبير من شباب الوفد. ام. وانا اعتقد ان هما. برغم ان الموقف المعلن عدم المشاركة. الموقف المعلن ده في ضباضية. اه. احنا اتفاجئنا في الوفد بانه في خبر نازل في صحيفة الحزب. لسان حال الحزب في الصفحة الاولى. بيقول لاول مرة في تاريخ الوفد ان نصرح مصدر مسؤول في الوفد. انه الوفد لن يشارك في الجمعة القادمة لدواع الاستقرار ودواع الانضباط وانه الصورة حققت بعض اهدافها وان احنا نبقى حارسين على الاقتلاف وعلى التجمع وما الى زلك. مين بقى المصدر المسؤول ده ولا المصدر الوهمية ولا المصدر الخافي محدش محدش عارف شكله ايه. وتناقلت الصحف ووكالات الانباء هذا الخبر على انه موقف للوفد. ويبدو ان هذا الموقف. بس هو طبعا يعني الصحف ووكالات الانباء والاعلام معذورين. طبعا طبعا انا 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 بقول لك احنا الوفدين نفسنا بقول لك الامر اختلط علينا. اه. طب ايه ماذا وراء هذا الامر. ايه يعني وراء هذا الامر هيبقى في الغالب ان رئيس الوفد اصدر اصدر قرار ما لا يستطيع حد تبقى لقانون الاربيعيه لسنة سبعة وسبعة من خصبت احزاب السياسية واللائحة الداخلية لحزب الوفد ان المتحدث الرسمي بسم الوفد او صاحب القرار في مثل هذه الامور هو رئيس الوفد. لكن اقدر اقولها ان مؤسسات الحزب بالكامل لا جامعية عمومية ولا هيئة عليا عرض عليها امر المشاركة من عدمه عشان كده الناس النهاردة نازلة وهي ما عندهاش التزاف. يعني كلنا نزلنا النهاردة متصورين ان فيه مصلحة عامة تهم الشأن العام تهم مصر تهم الصورة ان فيه تخوف لدى عدد كبير جدا من الوفدين. طب حضرتك يعني هل قمت بالاتصال باي بمؤسسات الحزب حين رأيت الخبر في 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 الجريدة? لا والله انا سألت بعد آآ بعض قيادات الحزب وعلى رأسهم سكتير العام الحزب وقلت له وقلت له يعني الخبر خبر هلامي. خبر خبر ابتسم. اه ابتسم. بس يعني فانا كنت اواخد قراري يعني احنا ميزة الوفد ان هو حزب مؤسسات. ما لم تقرر المؤسسة يستطيع كل مننا ان يفعل ما يشاء. ويبدو ويبدو من اللي انا شفته في ندائن التحرير النهاردة وفي معيدين التحرير على مستوى الجمهورية ان الوفديين كانوا بيعبروا عن تراصل حركة الوطنية المصرية. ولا يعنيهم بقى اه مؤسسات الوفد احنا صدرنا قررت شكله ايه بفرد انه هناك انه هناك قرار لكن الناس كانت اقرب للجماهير واقرب للصوار منها الى قرار الوفد من مقاطعة هل يتوقع من اه اعضاء الهيئة العليا ان يجتمعوا بشأن هذا اه يعني ده يعني انا انا النهاردة اتفاجئت يعني ما كانش ليه الشرف ان انا اللي ادعو اه اجتماع للهيئة العليا لكن كلمني زملاء كسرين اليوم وتفاجئت بيهم ان تبقى لللايحة از احنا جمعنا تلك الهيئة العليا يتم انعقاد الاجتماع فلقيت النهاردة ان اكتر من التلت اكتر من نصف الهيئة العليا بالفعل كلمني وخرروا ان يبقى فيه اجتماع للهيئة العليا يوم الاربعاء لمناقشة امرين الامر الاول هو الامر المتعلق بتحالف الوفد والاخوان يعني يعرفوا تفاصيله شكله ايه ماذا ماذا وراء هذا التحالف خاصة وانه اسيرة اقاويل كثيرة حول هذا التحالف فصل على اساسها اه نائب رئيس تحرير الوفد واتنين من خيادات الحزب النهاردة اعلنوا تجميل وضويتهم في ميزان التحرير اه دكتور علاء عبدالنعم علاء عبدالمنعم والجندي ومصطف الجندي اه وربما كسرين يعني مش فاهمين الصورة فدعيين لجماعهم نسبة لوضوع تحالف الوفد والاخوان ونزول 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 النهار وقرار وقرار نزول طب حدريتك الهيئة العليا النهاردة الجمعة مش شايف انه متأخر او ان الاجتماع يبقى لاربع لانه اليوم الاربع لانه في سبب تاني انه في معاد موعد محدد مسبقا بين الاحزاب الاربع وتلاتين اللي دخلت في التحالف الديمقراطي من اجل مصر واللي عناصر الرئيسية او العمودين الاساسيين فيه هم الوفد والاخوان هيجتمعوا يوم التلاتة عشان يقرر فاحنا كنا شعارين ان البعض الاربع يبقى الموقف اكسر وضوحا وتبقى الصورة تضحت وفي نفس الوقت كمان احنا بنراعي ان كل الزملاء اللي بيجوا من اسوان وبيجوا من من سعيد مصر تكون اتيحت لهم الفرصة ان هم يدبروا يبقوا موجودين معانا ما نقولش بكرة وما يكتملش العادل احنا يهمنا ان الناس تيجي ونكون جهزنا كمان جدوى الاعمال يحقق اهداف الثورة ويحقق اهداف الوفدين انفسهم طب يعني في حالة انه اجتماعتم وتبين انه السيد رئيس الحزب هو المسؤول عن ما نشر في الجريدة ماذا تقول يعني ادبيات الحزب او لوائحه في هذا الامر شوف انا عايز اقولك احنا من الوفد وسئ منه مش مرتبط بلايحة الوفد بس لكن مرتبط بتراص الوفد تراص الوفد لان كان على رأس الوفد سعد زغبول ومصفى النحاس وفواسر جديد في مثل هذه الامور اعتدنا ان الرئيس الوفد يصدر يصدر مثل هذه القرارات وتستجيب اليها القاعدة القاعدة العريض لكن بعد وفاد فؤاد سراج الدين حاولنا ان احنا نحول المؤسسة من مؤسسة يسيطر عليها الزعيم الى مؤسسة يسيطر عليها الرئيس ثم تحولت الامور الى ان يكون رئيس مجلس ادارة يكون فيه جمعية عمومية فالجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص في مسألة رئيس الوفد الهيئة العليا صاحبة اختصاص في مسألة رئيس الوفد اذا كان تم اتخاذ هذا القرار بعيدا عن اختصاصات لكن للأسف في غياب الهيئة العليا وفي غياب الجمعية العمومية وفي غياب المكتب التنفيذي يستطيع رئيس الحزب لتيسير يعني تيسير عجلة الامور داخل الحزب ان يتخذ بعض القرارات ربما يكون هذا القرار هو اتخذه ربما يكون عرض الامر على المكتب التنفيذي ولم يعرض علينا لكن في جميل حالات أمر مثل هذا الأمر ما كانش مفاجئ لحد كنا عارفين أنه هيبقى فيه جمعة أنا أعتقد أنه كان من الضروري أنه يتناقش في الحقيقة العليا وده هيبقى موضوع جدوى الأعمال اللي حنناقش فيه رئيس الحزب وأنا أقدر أقولك أن الحقيقة العليا بما تمتلكه من سلطات تستطيع محاسبة أي شخصية أي ما كانت داخل الوافد طب يعني الموقف الضبابي من هذا الحدث برغم أنه كان معلن من قبلها بعدة أيام ألم يثر تساؤلا في مؤسسات الحزب وفي عيقات العليا عن ما هو الموقف ماذا كنتم تقولون لقواعدكم الحزبية لما كانوا يسألوكم ننزل ولا ما ننزلش نحن منتظرين قرار من المكتب التنفيذي ومن رئيس الحزب ولكن فجأة يعني يوم تلوى الآخر ولقنا نفسنا في الحدث ولقنا أولادنا الشباب بيسألوني مبارح بالليل وهما في الميدان بيقولوا إحنا بنعلق يفوت وفيه احتكاكات ما بيننا وما بين الناس إيه سبب الاحتكاكات يا شباب؟ قالوا لي أنه بيقولوا أن الوافد مقاطع إزاي تعلقوا يفوت والوافد مقاطع فقلت لهم لازم يصل للصوار اللي موجودين والشباب اللي موجودين أن أنتوا من أبناء هذا الجيل وأن أنتوا بتعبروا عن رأيكم الشخصي وأن القرار للوافد مش ملزم لشباب الوافد ولا قيادات الوافد لما هم راغبين في المشاركة في الثورة وأن مصلحة البلاد أولى من مصلحة الوافد ومقدمة على مصلحة الوافد وحاولت أعمل تسوية ما بينهم وبين شباب حزب التجمع وحزب الجبهة والغد على أساس أنه الشباب يندمغوا مع بعض وبالفعل علقوا الوافد وأنا رحت النهاردة أنا وعدد كبير من قيادات الحزب وكنا موجودين معهم وكانت الناس كلها يعني مش عايز أقول لك الله يا عبد الرحمن اللي حصل النهاردة يعني يقلم في بعض الأحيان أن كل الناس جاية تسألني عن موقف الوافد وهي مستغربة والناس يعني في حالة حزن شديد أن يكون الحزب الأمين على طراث الحركة الوطنية لم يحدد موقفه بجد ولم يشارك الصور فيه أنا أتفهم وجهة النظر الأخرى في أنه يقول لك أنه المصريين زهقوا من المليونيات المتثالية أن الناس محتاجة استقرار أن الناس محتاجة أنه عجلة الإنتاج العبارات جميلة كده عجلة الإنتاج أنا زهقت من كتر المليونيات بس ولكن يعني من يدير البلد يدفع الناس دفعا من أجل لأن ما فيش حاجة تحققت أنا هقول لك أنا هقول لك التلات عناصر الرئيسية الأسباب الرئيسية الثلاثة اللي دفعت المصريين أو دفعت شباب الصورة أن هم ينادوا بجمعة تصحيح المصار أعتقد أنها مرتبة على برنامج الوافد يعني المطلب الأول المحاكمات العسكرية منذ عودة الوافد للحياة السياسية وهو يطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لأن إحنا تكوينا منها يعني المصري الوافدين اتكووا من تحويلهم للمحاكمات العسكرية فكان شيء طبيعي جداً إن إحنا أي مكان اللي بيحكم وكان لدينا انطباع رائح إنه الصورة اللي قامت ارتضت إنه خصومها يحكموا أمام قضيهم الطبيعي فكيف يحكم السوار كيف يحكم السوار أنفسهم يعني أنا بصراحة يعني الأمر الطبيعي المعتاد في كل صورات الدنيا إنك تحاكم الأنظمة الفاسدة تعمل فيها إجراءات وتحاكمهم أمام حاكم السسنائية فإحنا سوفنا حتى صورة اتنين وخمسين عملت محكمة الغدر وعملت يعني محكمة الصورة وحكمة قيادات يعني ربما ثبت بعد كده أنها قيادات وطنية لها كان عملت محكمات استثنائية لكن إحنا ارتضينا كلنا إنه الصورة العظيمة ديات الصورة البيضاء الصورة المتحدرة إنها تثبت أن المصريين آآ ناس متحضرون وأن الصورة اللي قام بيها جيل بالكامل جيل متحضر يبغي الاستقرار يبغي التداول السلمي للسلطة فكنا سعداء جداً إنه هو يرتضي أن يحاكم خصومه خصوم المتهمين بقتله المتهمين بإسالة دماء الشهداء في ميادين التحليل كلها بيحكموا أمام قضيهم الطبيعي في ظل ضم في ظل كفالة ضمانات المحاكمة العادلة بما فيها علانية المحاكمة وتغطية الإعلام وحضور المحامين والمستشارين أعتقد حاجة نفخر بها كلنا في على الجانب الآخر تتفاجئ بأنه شباب الصغار اللي بعدهم صغار لسه اللي ما عندهمش بعض الخبرات الكافية اللي بيصوروا صورة طبيعية ولولا أقدر أقولك بأمانة شديدة يعني وأنا لن أخجل إن أقول الكلام ده إنه لولا جرؤتهم أنا بنشتغل بالعمل عام بقل إثنين وثلاثين سنة لكن عمره ما جافت مغنى إن إحنا أنا من الثور حتى لما كنت موجود داخل المدان يوم خمسة وعشرين كان كل أمالي إن يستجيب الرئيس السابق إنه يعد الأربع مواد في الدستور وغير المادة 179 ولما تأزمت الأمور كان كله طموحاتي إنه يعزي الوزير الداخله لكن إنه يسابر هذا الجيل على إن الثورة تتحق وتغير النظام بالكامل له كل التحية وله كل التقدير ويجب إنه نسنده وندعمه في تحقيق هذه الأمال هم حتى هذه اللحظة لم يجن السوار أي سمرة من سمار الثور بل إنه بعض الطيارات السياسية وبعض فلول الحزب الوطن المنحل هم اللي حيجنوا هذه السمار الثلاث أسباب اللي قامت عليهم المحاكمات العسكرية قانون الانتخابات قانون الدوائر الانتخابي والواضح قوي إن الوافد ضد المحاكمات العسكرية الوافد ضد قانون الانتخابات الجديد التعديل اللي قد خلع على القانون مجلس شعب وقانون مجلس الشور اللي هو نظام الانتخاب اللي بيجمع ما بين القائمة النسبية وما بين النظام الفردي واللي حيعيد إفراز مجلس 2010 الدوائر الانتخابية يعني فإحنا عندنا أهداف نبيلة ومعلنة وتتطفق مع صورة مع جمعة الصحيخ المصار فكان الشيء الطبيعي نحن نشارك فيه لكن كانت المفاجأة ان الناس ربطت حتى بين تحالف الوفد والإخوان وبين عدم مشاركة الإخوان في جمعة أنا الوقت عندي طبعا نحن معنا أستاذ جورج إسحاق بعض الفاصل وتأخر في وصوله فأنا الوقت عندي حضرك تحب تقول كلمة أخيرة في موضوع تحالف الوفد والإخوان أقدر أقولك أنه الأمر حتنقشه مؤسسات الحزب منقشة أخيرة وأنا أأمل أنه الوفديين الشرافاء النبلاء يتخذوا القرار المناسب تبقى لسياسات الوفد وتبقى لتراث الوفد وتبقى لتاريخ الوفد وأنا أدر أقول أنه هذا القرار سوف يريح الكسرين في الشارع السياسي المصري لأنه قرار يعبر عن تراث الحركة الوطنية المصرية انتظر هذا القرار بإذن الله أستاذ صام شيحة بنشكرك على تشريفك لينا وأعزائي المشاهدين سنكمل بعد هذا الفاصل مع عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والقياء السياسي المعروف بأستاذ جورج إسحاء تابعونا بعد الفاصل أهلا وسهلا بيكم مرة تانية ومعنا دلوقتي الأستاذ جورج إسحاء السياسي المعروف وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان أهلا بيك أستاذ جورج إسحاء أهلا يا أستاذ رحبا دا حضرتك بتمثل التيار السلفي النهاردة لا خالص لا خالص ما لقيه بدأني لا دي بس كده كومفلاج للتمويه يا أستاذ جورج أهلا بيك معنا للمرة الأولى في صفحة الرأي طب إني خليك وأحب تقول لي رأيك في اللي حصل النهاردة كل بص يا عبد الرحمن أنا دايما نقول مصر دي لها كرامات كويس؟ وعايز أقول حاجة تانية أن الرمح انكسر وانطلقنا الحاجة التالتة النصر بما انحضر هذا اليوم يوم تاريخي هذا اليوم لن يتكرر في تاريخنا يعني كل يوم مصر بتورينا كرامات ملهاش أول ولا آخر بس للأسف الشديد أنه كل ما بتفرح وكل ما بتاع يطلع لك شوية حاجات كده خايبة ملهاش أي معنى يا ناس احنا بنقول أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية هذه هي الدولة هيبة الدولة محدش يقترب منها أنا ملش دعو مين اللي جوه لكن أنا بتكلم عن رمز هذه هي الدولة ونحن مصرين على الحفاظ على هيبة الدولة تروح هناك وعايز تقتحم ده مش معايا ولا أنا معترف بيه خالص وأنا عايز أقول لك أن اللي راحوا عملوا الحكاية دي ولاد صغيرين من 13 ل 17 راحوا فين وعملوا ايه؟ راحوا عند وزارة الداخلية عايزين مش عارف يقتحموا يعملوا في حد راح النهار النهار ده آه واخد بالك زي عادات كبيرة؟ يعني مثلاً بتوع الألترس دول آه ما كنوش موجودين عند وزارة الداخلية رغم أنهم قالوا هم راحوا شوية كده عملوا هتفات ورفعوا لكن اللي اقتحم ده أنا شوفت أولاد طلعين من الميدان وأنا خارج عيال صغيرين كده بيقولوا كلام أبيح جداً قلت له يا أستاذ هتفات هتفات قلت هزا الكلام الأبيح بيسير الناس وما يصحش يتقال طبعاً نحن صوار طبعاً والصوار مفروض نموذك في الحركة ونموذك في التفكير واخد بالك زي ولما قلت إن احنا هنمشي الساعة 6 بس ده ما كانش المشهد العام طبعاً المشهد العام كان منضبط أصل الناس واخد بالك زي ما بتشوفش غير الجزء السلب فأنا بتكلم في الجزء السلبي الأول عشان يستريحه وإن كل الصورات يا عبد الرحمن ما انت عارف إن كل الصورات فيها صغرات وفيها ناس تخرج عن النطاق وفيها إحنا في مرحلة التقالية خطيرة جداً لكن المشهد النهاردة بقى كان مشهد رائع المشهد قدام در القضاء العالي مشهد رائع هذا يوم تاريخي في تاريخ المصريين تظاهرات سلمية سلمية ومحترمة وأعداد كبيرة وما حدش يعني وانا قلت في أول البداية النصر بمنحضر يعني تيجي ما تجيش دي مش قضيتي خالص مش هتكلم فيها بساجر نعم حضرتك النهاردة مش عايزة أقول تحكم مفيش حد بيحكم البلد نظرياً أنت تدير البلد وحدث هذا اليوم الذي وصفته بالعظيم ما هي القرارات التي ستتخذها استجابة للشارع ما انا قلت لحضرتك إحنا دلوقتي لينا مطالب محددة إلي هي إيه بنتكلم على القائمة النسبية المغلقة دي أولاً ثانياً القائمة النسبية المطلقة وإلا وإلا دي تحتها 30 خط مش عايزين نقول يعني ما تمتش القائمة النسبية المطلقة هناخد إجراء بس أنا مش من مش في حل أن أنا أقول إيه هو الإجراء ولا أنا بمثل يعني يعني طيارات كتير أنا بمثل نفسي أنا ولذلك إحنا بنقول هذي من المطلبين المطلب التالت إنه ما يصحش إنه آآ يقدم المدنيين أمام حاكم عسكرية طبعاً هذا لا يليق يعني آآ 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 مايكل آآ مايكل نبيل أنا عارف إنه أخطأ أنا 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 ما أتعرف إنه أخطأ طبعاً كويس؟ بس الشاب صغير مايخدش ثلاث سنين الودة عامل إضراب عن الطعام لغاية دلوقتي وما حد يسسأل فيه هذا لا يليق ما آآ آآ فيه فيه أولاد أخطأ وأفرج عنهم يعني اعتبروا ده بس مايخدش ثلاث سنين يعني ضروري لأنه هو تحاكم أمام حاكم عسكرية وإحنا بنقول السياسيين والنشاطاء مايتحكموش قدام حاكم عسكرية نمرة ثلاثة إن إحنا عايزين نعيد النظر في الدواير المصيبة اللي نزلت علينا دي دي حاجة يعني مثلاً إنت لما تيجي تتكلم عن الدواير يا عبد الرحمن تقول إنه مثلاً حفظة الغربية دايرتين مين يجيب الدايرتين دول ده إنت لما يعني أنا لو وريك إحصائية فيه دايرة منهم 46 قرية يعني 46 قرية قرية دول هيبقى يعني اللي عايزين يرشح نفسهم ضدهم ميت واحد فلما نخش القوضة الزغيرة دي فهيبقى فيه ميت مندوب إلى جانب الناس اللي هترأي بالانتخابات إلى جانب القاضي اللي بيشرف إلى جانب مش عارف إيه وقال يخش الرجل الغلبان ده في يوم واحد يحط رأيه في أربع سندي اتنين شورة واتنين إيه هو ده لمصلحة مين ده إنت عامل مقدم كل القوة السياسية إسلاميين وشوعيين واشتراكيين وديمقراطيين وليبراليين قدمنا مشروع انتخاب مشروع موحد مشروع موحد كل القوة السياسية ومضينا علي كلنا قدم التصور للانتخابات كلنا قدمناها للسيد رئيس مجلس الوزراء وقدمناها للمجلس العسكري ها فيكون النتيجة ورفن ده ما يستفزش الناس نحن أصحاب الصورة احنا اللي عملنا الصورة دي بتاعتنا والبلد دي بتاعتنا وعندما يتكلم الشعب يجب ان يستمع الآخرين وما حدش يقول لي بقى الصورة تسلقت ولا كده ولا فتاع الصورة احنا مسكنها بأيدينا كده كويس والصور لا يحبطون ابدا احنا مستمرين في نضلنا ما تحققش ده ووقفين الجمعة الجاي ما تحققش ده ووقفين الجمعة اللي بعدين وذلك انا بقول لولادي ما فيش اعتصام اعتصام ايه انا انا يعني ضد هذا الاعتصام لان احنا اتفقنا ان الساعة ستة هنمشي فكان المفروض الناس تمشي لكن في ناس اتحركت بشكل مختلف انا لست وصيا على احد انا كل اللي اقدر اعمله ان انا انصح الناس واقول لهم ما يصحش كده ويصحي كده ولكن ما فيش حد وصي على حد دلوقتي خالص ولكن انت من حقك انك انت يعني رجل كبير وهم بيستبعوا لك وكده وفتاع انك تقولوا وكد نظرك فالنهاردة كان يوم هايل من طن المضالب الاخرى الامن الامن في هذا الفلات الامني والناس عملت تبسط وتضحك والمشكلة في الشارع يا رجل ده احنا ساعة تمانية ما فيش رجل مرور في الشارع هل هذا يا ليقو انفع الحاجة التالتة انه نحن في حالة اشتياق شديد ولذلك احنا رحنا عن دار القضاء العالي ان نكون هناك سلطة قضائية مستقلة العدالة العدالة مسألة وانا كنت مضرب مثلا النهاردة انه المصر ايام الفرعنة كان لما يموت اول واحد يحاسبه يقول له هل حققت العدالة على الارض هل حققت العدل على الارض العدالة لان لما تحصل استقلال القضاء يبقى في عدالة اخر حائط الصد الصد للمصريين يروح فين يروح للقضاء ولذلك احنا ضد القضاء اللي عليهم شوائب احنا عايزين سلطة قضائية مطلقة احنا عايزين ميزانية مطلقة للقضاء احنا عايزين المشروع اللي بتقدم اللي مقدمه الدكتور المستشار احمد ميكي والمستشار حسام الغرياني انا طبعا رحنا ايدناهم تأييدا كاملا النهاردة بس المستشار حسام الغرياني قال نقطة مهمة جدا هل هذا القانون سوف يصرح على كل قضاء مصر وعندما يتفقوا عليه هنقول ان احنا هنطبق ده لو طبقنا او لو نجحنا او لو نجح القضاء في انهم يعملوا استقلال القضاء الصورة بتحقق اول انجازاتها لان القضاء ده مهمة جدا حاجة تانية تطهير الدووين ده دكتور عصام قال لك هننزل القوائم وبتاقوا احنا عادين مستنين القوائم وانا ضربت له مثل امثلة كثيرة على الفساد اللي في الدووين مجلس الشعب هو موجود وفيه فساد ما حصلش وقلنا هذا الكلام حاجة المهمة برضو ايضا بنطالب بتصويت المصريين في الخارج دول الناس لهم حق التصويت هو فيه احتمال انه المصريين في الخارج ما يصوتوش في الانتخابات دي اه قالوا قالوا لو المصريين في الخارج عزيز يصوتوا يركب الطيارة يجل يصوتوا ويرجعوا تادي هم بقوا جوغة بقوا شمع انا مش عارف كده بقوا بالداكل الحاجة المقطة المهمة عبر رحمن قوي قوي بقى اللي احنا كلنا ضروري نكافع فيها العدلة الاجتماعية الناس عايزة تاكل وعايزة تشرب وعايزة تسكن وعايزة تتعلم وعايزة تتشتغل دي مسألة ضرورة تبقى في الاولوية كل هذه الامور من مطالب اليوم مطالب اليوم المهاردة كانت مطالب معقولة واسأل اي حد ها وعايزة اكد برضو تاني مرة النصر لمنحضر ها طب قا دلوقتي يعني شايف ان الطلبات اللي حضرتك قلتها هي مطالب لكل المصريين طب هم قالي اللي ما نزلوش ما نزلوش ليه ده سؤال بقى انا النهاردة سألت قلت ليه ما نزلتوش رغم ان المرشد بس انا يعني انا بتكلم دلوقتي على حزب سياسي بس المرشد قال كده قال قال نحنو ما عندناش اختلاف على كل اللي تقال طب الله طب ما نزلتش ليه انا ليه عتاب شديد عليهم جدا على الاخوان المسلمين لانه والاسلامين اللي ما نزلوش ليه ما نزلوش ليه وانا دعتهم الاجتماع كان معايا محدش يقول لي ما نصقناش لان انا كان معايا المهندس سعد الحسيني وقلت له المهندس سعد احنا بكرة عندنا اجتماع في الغد كذا كذا عشان ننظر المزارة وبلغته هذا كويس فالعمل الوطني عفرحمن محدش يدعى اليه العمل الوطني الناس تروح وتشارك وتعمل احنا شاركنا مع بعض وعيشنا مع بعض فترة طويلة ما ينفعش الطريقة دي والمرحلة مرحلة توافقية اذا لمنا توافق وعايز بس يطمن كل خلق ربنا لا حد هيحكم لوحده ولا حد هيحط الدستور لوحده ولا حد اللي بيحلم بكده ينسى لان احنا في مرحلة توافقية وفي مرحلة انتقالية ضرورة كلنا نتوافق طيب على موضوع التوافق اوستاذ جورج دلوقتي الناس توافقت لمدة اسبوعين هدت الدنيا يعني عملوا انجاز ما كانش حد يتخيل انه يحصل صحيح هل ممكن التوافق مرة اخرى من اجل الطلبات اللي مفيش خلاف عليها دلوقتي طبعا يعني احنا هنصر على ازاي اليات التوافق اليات التوافق وانا قلت لحضرتك وانا قلت لحضرتك القائمة وإلا القائمة وإلا دي تحتمل احتمالات كسيرة جداً بس اللي هيرجع في كلامه اللي وقع على حاجة مندي ويرجع في كلامه سيحاسبه التاريخ وسيحاسبه الشعب المصري طيب دلوقتي حضرتك بتلوم على المجلس العسكري ان هو اصدر قانون الانتخابات وقانون الدوائر بتلوم عليه ان هو اصدره بهذا الشكل او بتلوم عليه ان هو اصدره بدون ان يستشير القوى الوطنية بص يا عبد الرحمن انت دلوقتي في اول اجتماع للحوار الوطني ايجا الدكتور عصام شرف وقال ان لن تصدر قوانين الا بالحوار الشعبي والحوار مع القوى الوطنية وبعدين فجئنا وبعدين فجئنا بحاجات بتنزل سابقة التجهيز تنزل على دماغك كده وبعدين تسأله ليه عملت كده يا استاذ يقولك اصل بتاعي المحكمة الدستورية هتا هتاعترض عليه طب سألت مين يا استاذ في البتاعي يقولك افراد طب انا ما عنديث ثقة في الافراد ومعنديث ثقة في المستشارين المحامين بتاعهم اللي بيستشيروهم القانونين قال انا ما عنديث ثقة فيهم عايزين نعمل حوار محترم مش هتاهم هي بيقولك المحكمة الدستورية هتاعترض طب احنا عندنا محامين وعندنا قانونيين يقدروا يطلعوا من هذا المطاب ويعونه عندهم ردود تا بغضر كلنا شوف اللي عنده في الحاجات دي ماينفعش اللي عنده في الحاجات دي احنا كلنا لما نتفق على شيء. احنا اصحاب الصورة يا اخي. احنا اللي عملنا الصورة دي مش حد تشتاني. وطلبنا الجيش انه يحمي هذه الصورة. وهذا موقف مقدر وعظيم. وما حدش يقدر ابدا ينكر هذا الدور. ولهم كل الاحترام. بس المجلس عسكري النهاردة بقى بيلعب سياسة. انا كسياسي من حق اعترض عليه. يعني محدش يقول لي انت اتكلم على المجلس عسكري عيب كده. مفيش عيب. ايه. لا. مفيش عيب. انا راجل سياسة. نتكلم على المجلس مش عن الجيش. انا بكلم على المجلس. المجلس بيلعب دور سياسي. وهم اصدقائي كلهم. انا بحب عدد منهم كبير جدا. وبحضرهم وقدرهم. ضروري يسمعلي ايضا. يعني هو حب من طرف واحد. ضروري بقى الحب من طرفين عبر رحمن زيك كده. بس يمكن انت مسيح يا استاذ جورج ما ينفعش يسمعوك. لا انا مصري. وما حدش يجيب لي السيرة دي. وانا عايز اقول لي يا عبر رحمن اللي هيسألني في الشارع يقول لي طيبت. وما لمسلم هاخد هو دي الاسم. مم. انا مصري. مصري ملك الكل. اه طبعا. طبعا ما فيش اه. طيب. دلوقتي اه هناك اه البعض يحاول ان يلعب ويقوم ببعض الادوار في الشارع بعض الادوار التهييجية بين الجماهير. لازهار اه الثورة وكأنها تراجع بالدولة الى الخلف وكأنها هدمة لمؤسسات الدولة وكأنها ثورة ليست صاحبة مشروع او ليست صاحبة اه مطالب محددة وواضحة. عبر رحمن انت شفت بيان الجامعة الوطنية? شفت بيان. بيان محترم ومطالب واضحة ومحددة. مم. لما يطلع الاخوان بتوع ركسي بقى ويقول لك اه اللي بيعملوا الفوضى واللي بيعملوا مش عارف ايه يقولوا زي ما معزين. طب اذا من المسؤول عن الفوضى? المسؤول عن الفوضى هو عدم الحزم. مم. فيه تراخي في استخاذ القرارات. مم. وما فيش تشاور كافي بين القوى السياسية. مم. ها? يعني ضرور يحصل. يعني احنا دلوقتي بنقول اه انتخابات الاول ولا الدستور الاول. طب يا سيدي. هنتوافق على اطار مرجعي للدستور. ده يزعل حد. يعني الاطار المرجعي ده. اللي احنا هنتفع عليه كلنا. بيقول لك حرية الاعتقاد. حرية التعبير. حرية التظاهر. حرية. حد يختلف على ده. ايه النسبة? يقول لك اصلي انت لما تعمل كده بتبقى بتلتف على الاستفتاءة. الاستفتاء على عيني ورأسك. هل هناك من يحاول تفتيت الشارع? اه طبعا. مين? مين من مصلحته يفاتط القوى? انا عايزك تروح اه لإدارات المحلية والمحافظات وتشوف الموظفين اللي هناك. لم تصلهم الثورة. ولما تيجي تتكلم على الصورة يتقلب وشهم تلاتين لون. وآآ يعني انت ما تيجي مسلا في اجتماع لنا واحد صاحبنا بيتفوق منصف هناك فقولنا له. وانه بيبقى اعمل توصية كده باطلاق اسماء الشهداء على الشوارع. قال لك ده عايز قرار مش عارف ايه وابتاع ايه وعق ادوله المسألة. وكأن الشهداء الصورة دول اعداءهم. الصورة ما وصلتش الناس كتير. الصورة لم تصل الى الى عدد كبير من الناس. وخاصة في المحليات. اه? المحليات دي بقر. والعيازه بالله. ولذلك من ضمن المحليات اللي فضلت كام شهر لغاية ما تلغت? مش بس كده ده لسه موجودين يا عبر احمد. كل البسكرتاريا بتاع المحافظين وكل البتاع موجودين. اهلا. ما انت هوش انت شايف انجاز. ما انت المساء المدهولة زي ما هي كده. من اهم الحاجات اللي سيت اقولها لك ان ان احنا عايزين نعمل قانون العزل. مش قانون الغدر. قانون العزل. ايه هو قانون العزل? قانون العزل ان احنا عايزين نعزل كل القيادات بتاعة الحزب الوطني. التي دمرت والتي افسدت والذي تربحت. انه يترشح نفسه. ده يا راجل ده احمد شبير بمنتهى الجرأة والشجاعة كده. قال انا تزور لي خمس تلاف صور. انا زعلان عليه والله. ازاي ازاي ازاي. وكان بيشتم الالترا سنبالة. اه طيب يا سلام. يا سلام. طب يشوف بس الناس اللي. يقول عليهم مأجورين. بس خلي بالا. العائل الالتراس دول. اه? العائل جدعان جدا. واللي بيداعي ان الجماعة الاخوان بس الشباب الاخوان بس هم اللي حموا الصورة في الجمل. لا العائل دول اللي حموا الصورة في الجمل. وهزا موطف مقدر. و لذلك انا. الكل شارك. الكل شارك. انا عارف. بس انا كتقدير لموقفهم ده. انا في المجلس بتاع المجلس القومي اللي حويل الانسان اول امبارح طلبت لجنة تحقيق رسمية لجنة تقصي حقائق. اه? وهننشر اللجنة تقصي الحقائق ونشوف ازا كانوا مخطئين ولا لأ. يعني ما فاش هزار. في موضوع المباراة الاخيرة. طبعا. 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 اه. وده اظن ما يزعلش حد. ما زعلش حد. احنا بنعمل لجنة تقصي حقائق. واحنا بياناتنا وتقاريرنا اعتقد انها تقارير محطاب. اوف انها يا الاهلي كسب. ما يكسب. المسألة مش كده يعني. المسألة مش للدرجات. كرة ايه يا برحمن دلوقتي بس. لا الكرة مش وقا ما الالترس بيروح يشجع الكرة وبيجي برضو التحرير. طيب. طيب. اه والاول مرة اعتقد السياسة هي الشيء الوحيد وحب مصر والشيء الوحيد اللي قدر يوحد الالترس الاهلي والزمالك. طبعا. اه طبعا. يعني 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 اه السياسة دلوقتي بقت. يعني احنا كان عندنا وفد السوداني كان فيه نائب رئيش الجمهورية. وكان سيد النائب التاني المسؤول وكده وبتاع. فقالوا لنا جملة جميلة. او انتو قالوا انتو. احييتوا الناس تفكر زي. كين حد هي تكلم على الدستور زمان. انتو اللي خليتوا الناس تتكلم على الدستور. انت كنت قبل الصور دي لما تنزل للشرح. ما انت كنت معي عبر رحمن وعارف كل حاجة. ده اقول للمشاهدين. عارف عارف كل الاسراء. ده ما كنت تنزل تقول للناس اه. ايه حكاية الدستور ده يقول لك ده بيتكل ولا بتشرب ولا ايه حكايته ده. نهاردة كل ناس بتكلف الدستور. مم. وبتكلف ستة وسبعين وسبعة وسبعين وتمانية وتمانين. والانتخاب الاول ولا الدستور الاول ولا اللي مش عارف ايه ولا رئيس الجمهورية. دي انها تغيرت. مم. مش هنرجع لغرة. ابدا. مم. ابدا. واللي بيتكلم على على ان الصورة تسرقت. اعتقد انه لم اخزها في اللفظ بس انا بقى بس عن الحكاية دي. يتليها على عينه ويسكت. ازا مش عجبها. الحكاية يسكت. ها? للصورة تسرقت. ولا احنا محبطين. ده احنا للوقت منتع. النهاردة احنا منتعشين جدا. هذا الانجازة الذي تم اليوم بهذه التظاهرة. والنصر بابا الحضر. دي مسألة يعني عملالي سعادة شديدة جدا. مم. طب ليه ما تسرقتش? معلش لازم لازم احاول. اه في ناس بتقول انها ما تسرقتش? اه النهاردة. النهاردة ما جات الناس وعملت هزي المطالب وراحت عند اه در القضاء العالي وقالت احنا عايزين اه سلطة سلطة قضايا مستقلة. هزا دليل انه المطالب مازالت متروحة والناس عندها امل. من غير امل هنضيع كلنا. انا عندي امل في المستقبل ملوش حدود. مصر يا عبد الرحمن لو الناس تصبر شوية هتشوف نهضة ثقافية واقتصادية وعلمية لم تشهدها مصر واقتصادية ايضا. لم تشهدها مصري في حياتها. بس الناس تصبر كده وتهدى ونفضل نطالب ونفضل عندنا اه رؤية وعندنا اه حماس وعندنا اه صوار حقيقيين هم دول اللي هينجزوا الصورة هم دول الشباب الصغير. الشباب الصغير. اه. لو تشوف النهاردة الولاد الشباب اللي كانوا واقفين. انا عارف بتتحكى ولم يجيب سورة الشباب فرحم بيهم انت اوي زي ما انا فرحم بيهم. واخن بالك ازاي. فانت لما تشوف الشباب عملوا ايه قدام دار القضاء العالي النهاردة. والهتاف لا احمد ميكي والمستشار الغرياني. واه 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 احتفاد ضد الاخرين. حاجة تفرح القلب صراحة ربنا. هم دول مستقبل مصري. طب تقول ايه اللي ما نزدوش يا استاذ جور? بص بقى عايز اقول لك حاجة في الانتخابات القادمة اللي بقول لك مش عارف مين هيكسب ومين هيخسر ومين بتاع. انا براهن على حزب الكنبة اللي قاعد ده. اللي ما زيلش ده. حزب الكنبة ده عمال يتفرج اه? وبيشوف مين معاه ومين حبيبه ومن اه اه وعمال يفكر ويتفرج وكده هو ده اللي هيعمل التوازن في المرحلة القادمة. ولو ما حصلش ده وبقابلني يقول لي انت بتفهمش حاجة. هذه الكتلة التصويتية الضخمة هي اللي هتنزل وتعسل. هي اللي هتنزل وتعسل. هم. هم? ولذلك انا بطالبهم ما يقعدوش عالكنبة كتيرا معروف. لو قعد عالكنبة كتير يضيعونه. يعني يقعد عالكنبة وتفرغ وما تنزلش بتعمل اي حاجة. بس ساعة الانتخابات. بالزبط. حزق والطفاق. انا بالنسبة لي يعني ما فيش اي مشكلة عندي ان المواطن مصري يقعد طول السنة على الكنبة. بس. بس يشارك في المحليات. والشورة. والشعب. والنقابات. والرئاسة. مزبوط. مزبوط. كل الشعوب اللي تقدمت يا استاذ جورج كده. مزبوط. مش كل الناس بتشتغل سياسة. بس كل الناس بتروح تصدر. مزبوط. هو ده. هو ده اللي احنا بنراهن عليه. احنا بنقول ان الكتلة التصويتية خمسين مليون. احنا بن يعني انا. عايزين ينزل منها اربعين مليون. هينزل من تلاتين لخمسة وتلاتين مسلا. اه? وانا موافق على كده. ما يجراش حاجة. بس عايزين نعمل انتخابات حرة. عايزين نعمل انتخابات في حالة امن جامدة. عايزين نعمل الانتخابات بالتصويت الالكتروني. لان الفلسفة دلوقتي شغالين هارينة. لا التصويت الالكتروني ما ينفعش. لا يا حبيبي. البرنامج موجود والتصويت الالكتروني موجود. والتصويت المصريين في الخارج موجود. والقليات موجودة. الدنيا بتتقدم. العربية بتمشي في اوروبا بالكهرباء دلوقتي. وحطين في شوارع اه في شوارع اه اه اوروبا. اه? عواميد تشحن قلل بتاع كده. عشان العربية اللي الكهرباء. وانت تقولي الالكترونيات. يا ابرحمن. موريتانيا والسودان. عملوا مراكز عشان اهليه. اللي بره مصر يا. اللي بره بلادهم. يا يا. في اربع شباب دلوقتي طلعوا على مبنى السفارة ونزلوا العلم الاسرائيلي. تاني. للمرة التانية. طيب. ده حسب ما هو منشور حاليا على بعض المواقع على الانترنت. انا بس اه لو اه 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 اتمنى ان احنا نتأكد من احنا لسه احنا فاضل قدامنا اه 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 احنا ممكن ممكن لو هما نزلوا العلم فعلا يبعتوهن زي الحجارة برضو. اللي بعتوهن لنا على البلاتو. كلمة اخيرة. اتفضل. كلمة اخيرة من حضرتك. والله مش عايز نسيبك عبر الرحمن. كلمة اخيرة ايه? هايز اعود باك ساعة. الوقت الوقت. نقعد باك. نقعد باك. كلمة اخيرة لمن شارك ولمن لم يشارك وللمسؤولين عن هذا البلد. مصر اه جاية. مصر مراحتش مصر جاية. مستقبلها جاي. بما ان الناس الموجودين في في مصر بالشكل ده اللي احنا شفناه من النهاردة. ودايما نقول ان مصر لها كرامات. مش هتشوف ضايم تاني. ولا ظلم تاني. ولا مستبدين تاني. اه? محروصة. محروصة. وانا اه من درويش مصر المحروصة. وعشان كده عايز اقول لك ان هذه رسالة موجهة لسوريا. وليبيا. واليمن. وتونس. والمحرين. وكل الدول العربية اللي فيها مستبدين. اللي خايفين دلوقت كلهم بيرتعشوا. ها? وعايز اقول ان. عايز اقول لك خبر مهم قوي. ان المعارضة السورية. ممثل المعارضة السورية. موجودين في مصر حاليا. واناس محترمين. وانا شفتهم. وعايزين نعمل لهم. وما بيطالبوا ان احنا نعمل لهم مظاهرة مليونية لدعم سوريا. لان بشارة الاسد هذا المجرم. السفاح. اللي زيقتل شعبه. كل من قتل شعبه. سقطت مشروعيات. صحيح. اعزائي المشاهدين بنشكر استاذ جورج اسحاء. اه عضو المجلس الاعلى لفقوق الانسان والسياسي المعروف. وبنشكركم جميعا على متابعتنا. وانشوفكم بكرة ان شاء الله مع صفحة جديدة من صفحات الرأي. شكرا لكم. شكرا لكم.